في جنح الظلام وعلى مدار الساعة تحط هذه الطائرات القادمة من كل أسقاع العالم حاملة معها الغذاء والدواء في ظل سباق الحكومة الكويتية لمواجهة تفشي كورونا الكشف عن الإصابات في أسرع وقت تطلب جلب معدات طبية وأدوية على وجه السرعة لتلجأ الحكومة والأسطولة الجوي العسكري والمدني لشحنها أينما توفرت إجلاء عشرات الآلاف من مواطنيها من دول موبوءة وإجلاء آخرين من الكويت كان أحد أهم أولوياتها أمر تطلب جهودا استثنائية لطواقمها الفنية في الحفاظ على سلامة وصحة المسافرين يتم تعقيم الطائرات قبل الإقلاع وبعد الوصول إلى الكويت وكذلك قبل الصيانة وبعد الصيانة فلذلك رفعنا سقف الأمان في الطائرات على أساس يتم تعقيمها بشكل دوري لكن هذه الطائرات التجوب العالم أن تتمكن من التحليق لو لا جهود المهندسين الذين عملوا على مدار الساعة لتجهيزها وضمان سلامتها طائرات الكويتية كلها جاهزة للبدء بإجلاء المواطنين من أي مكان دولة أمرنا فيه تحدي آخر واجهته الحكومة الكويتية وهو توفير المواد الغذائية التي لا يوفرها قطاعها الزراعي وقطاع الثروة الحيوانية المحلي خاصة في ظل تدافع على شراء وتخزين المواد الغذائية بصورة كبيرة في بداية الأزمة مما دافع الحكومة إلى استيراد السلاعي الضرورية كل أنحاء العالم قاعدت لنا وعندنا حتى شركات أخرى طيران قاعدتين بطيرات شحن كاملة بجميع المواد الغذائية فأنا أحب أن أطمن الشعب الكويتي بالعكس كل شيء متوفر وتستمر الحرب على كورونا ومعهد تحديات لتدفع الحكومة الكويتية إلى استخدام ما لديها من إمكانات لصد خطر هذا القاتل الخفي وتستمر الجهود الاستثنائية لجلب الأدوية والأغذية والمعدات الطبية في الوقت نفسه تقوم هذه الطائرات بجلب وعالة آلاف الكويتيين العالقين في دول موبوءة سعد لانيزي اسكانيس عربية الكويت ترجمة نانسي قنقر